بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان أهلاً ومرحباً بكم حلقة جديدة من استوديو التحليل لمباراة الأهلي والإسماعيلي في الإسبوع الـ 26 من عمر الدوري عام المصري وقبل ما ندخل في أجواء المباراة عايزين نتكلم عن ذكرى ميلاد رمز من رموز الكرة المصرية رمز من رموز الأهلي العظماء النهاردة تحل ذكرى ميلاد ميلاد الماسترو صالح سليم رئيس النادي الأهلي السابق وأسطورة القلعة الحمراء كابتن صالح تولد فيه 11 سبتمبر سنة 1930 يعني النهاردة فات على ميلاده 90 سنة بالزبط أضى حياته كلها في خدمة النادي الأهلي الكابتن صالح التحق بالنشيء النادي الأهلي سنة 1944 ولما كان عنده 17 سنة بالزبط خاد أول مباراة له بأميس النادي الأهلي وكانت مباراة دية قدام النادي المصري وفاز النادي الأهلي 2-1 كابتن صالح كان لعب من تراث فريد جدا سام في تحقيق العديد من الإنجازات مع المارد الأحمر وبالصدفة النهاردة مباراة الأهلي والإسماعيلي اللي شهدت في موسم 57-58 أكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين وكان من نصيب الأهلي طبعا عندما فاز بتمانية أهداف نظيفة وهي المباراة التي شهدت تقلق كابتن صالح سليم واللي سجل فيها رقم خياسي لم يقترب منه أحد في تاريخ الكرة المصرية في بطولة الدوري حتى الآن بعدما سجل سبع أهداف في المباراة دي هو أيضا إداري رائع تولى العديد من المناصب حتى وصل لرئاسة النادي أشهر رؤساء الأندية في تاريخ كرة القدم المصرية والأفريقية والعربية ترجمة نانسي قنقر